حول قطاع الإسمنت السعودي ينضم إلينا مباشرة من القاهرة طارق الشواربي مدير قطاع بحوث الصحة ومواد البناء في المجموعة المالية إرماسي طارق أهلا وسهلا بك إذن بدأنا نسمع أو نرى نتائج شركات الإسمنت السعودية دعنا نبدأ مع إسمنت القسيم إسمنت القسيم عنا تراجع بـ 11% أو 17% عفوا في الأرباح الفصلية الصافية تقول الشركة السبب وراء ذلك ارتفاع في تكلفة المبيعات على الرغم من ارتفاع كمية وقيمة المبيعات بالتالي هل يعود ذلك برأيكم فقط إلى زيادة تكلفة الطاقة على الشركة بالضبط هو ده اللي احنا كنا بنتوقعه لأن هتلاقي أن معظم الشركات الإسمنت الوقتي الهبوط اللي هيحصل في الأرباح ده يبقى راجع من الدرجة الأولى إلى ارتفاع التكاليف بعد رفع بعض من الدعم على المحروقات أو الطاقة للشركات دي فده يبقى الجزء الأكبر من الشركات الجزء الثاني ممكن يبقى راجع إلى انخفاض أسعار البيع ده جزء تاني هي عفوا لازم نقول أنه كان فيه انخفاض بقيمة المبيعات يعني بنتائج الشركة بتالي هل تتوقعون أنه التسعير كان جدا منخفض؟ أعتقد التسعير كان منخفض احنا للأسف ما عندناش الأرقام المبيعات لسه ولكن احنا توقعتنا لأن احنا 2015 شفنا حرب أسعار في السوق السعودي والشركات بعض الشركات كانت بتبيع من 200 ريال و 230 أقل من السعر المحدد من وزارة التجارة اللي هو 240 ريال فهيبقى جزء برضو فيه جزء هيبقى راجع لانخفاض سعار البيع ولكن برضو هرجع أقول أن الجزء الأكبر هيبقى راجع لارتفاع تكاليف الإنتاج طارق هل تتوقعون استمرار ذلك في ظل تكتس المعروض؟ ومازال موجود المنع على الشركات السعودية من تصدير منتجاتها؟ تمام هو طبعا فيه هنا شقين دلوقتي احنا عندنا الطلب المحلي خليني نتكلم عن الطلب المحلي وإيه اللي حصل في خلال كم سنة اللي فاتت أواخر 2013 بعد خروج بعضا من العمالة جزء كبير من العمالة من السوق قد إلى انخفاض في القطاع التشييد والبناء وبالتالي مواد البناء وشفنا انخفاض في مبيعات الأسمنت سنة عن سنة والكلام ده كمل في 2014 في النص الأولاني من 2014 حتى بدأت الحكومة تنظم تاني موضوع تأشيرات العمالة وبدأنا نشوف ارتفاع في المبيعات أواخر النص الثاني من 2014 و2015 طبعا كانت الارتفاعات عالية لأن كان فيه مشاريع مؤجلة أصارت في 2015 فالارتفاعات كان عالية أول شهرين من 2016 اللي هو يناير وفبراير شفنا عن يناير وفبراير 2015 ارتفاع تقريبا 4% متوسط ده راجع غالبا لأن بعض المشاريع لسه فيه تسليمات عن بعض المشاريع توقعاتنا عن 2016 بعد ما الحكومة أعلنت الخفض التكاليف الرأس المالية فنعتقد أنه هيحصل ممكن انخفاض في الطلب ممكن من الربع الثاني أو النص الثاني من 2016 فإحنا توقعاتنا إما المبيعات هتفضل على نفس المستوى أو انخفاض 2% ونبدأ نشوف ارتفاعات أواخر 2017 أو النص الثاني من 2017 ده بالنسبة للطلب المحلي وبدأنا نشوف مخزون من الكلينكر مرتفع جدا وبعض الشركات عندها مخزون 6 شهور و7 شهور وبالتالي بدأنا نشوف شركات بتنزل أسعار وبتنافس في مناطق غير المناطق بتاعتها يعني فيه شركات من الجنوب تنافس في مناطق من الغرب أو المنطقة الوسطى مؤخرا شفنا أن في بعض الجهات العليا بدأت تناقش أو هتسمح التصدير خارج السعودية ولكن وفق آليات معينة لسه مش عارفين إيه الآليات دي هل هيبقى فيه رسوم على التصدير أو هيبقى فيه أسعار مختلفة على التصدير ولكن برضو لازم نوضح أن فيه بعض التحديات اللي ممكن تواجه الموضوع ده لأن إحنا دلوقتي السوق أو بعض الكلام في السوق أن تقريبا ممكن 5 مليون طن يخرجوا من السعودية ده مش هيأثر في الطلب المحلي أو مش هيأثر في التسليمات المحلية خالص ولكن التحديات أن إحنا عندنا في المنطقة حوالينا في بلاد كتير عندها تقاط غير مستغلة وتاني حاجة المناطق اللي هتصدر لها ممكن تبقى فين يا إما سوريا العراق ليبيا اليمن كل دي مناطق فيها برضو صراعات لسه أو أفريقيا وده الكلام أنه ممكن بأفريقيا لكن برضو فيه يعني بعض الصوابات ممكن في أفريقيا فتاني حاجة أن الأسعار في المنطقة بقت تقريبا شبه بعض من حيث سعر الطن بالدولار فده خبر كويس بعض الشركات هتقدر تصدر زي الشركات الشمال الجنوب المنطقة الشرقية دي كل شركات اللي ممكن تستفيل من التصدير ولكن وبالتالي ده هيقلل الضغط على الأسعار البيع في المملكة نفسها في الطلب المحلي أو السعر المحلي ده هيقلل لأن الشركات دلوقتي بتنافس وبتوطي الأسعار فلو حصل أن بعض الشركات قدرت تخرج بعض من الفوائد عندها أو التقاطر غير مستغلة خارج المملكة ده طبعا هيبدأ نشوف محليا الأسعار ممكن ترتفع لكن هي دي التحديات مبدئيا أن التقاطر غير مستغلة ممكن نشوف طبعا الإمارات برضو عندها تقاطر غير مستغلة طبعا دينا الأكسفو 2020 قطر عندنا 2022 برضو في كل دي حاجات ممكن نفهمه يعني تقاطر تطلع ولكن احنا كل ده بنتكلم لسه قدامنا كذا سنة فاحنا بنتكلم في الفترة القصيرة 2016-2017 ايه اللي ممكن يحصل تاريخ الشواربي مدير قطاع بحوث الصحة ومواد البناء في المجموعة المالية إرماس شكرا جزيلا لك